دعم للجهود الوطنية المباركة للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة ولي العهنة بن قادر الأعلى النابل الأول لرئيس مجلس الوزراء وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أعلن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أنه استجابة للطلبات المتنامية من القطاع الخاص والأفراد سيتم فتح الباب أمام كافة المؤسسات والشركات والأفراد للتبرعات المالية تحت عنوان فينا خير وذلك من خلال الحساب البنكي الظاهر على الشاشة الذي تم تخصيصه من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وأشار الأمن العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إلى أن هذه المبادرة تأتي بالتنسيق مع الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس لعلى للصحة وتكملا مع كافة الجهود والحملات المباركة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية ليكلم من المجلس لعلى للمرأة وزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأشار السيد إلى حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والجهود الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القاد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد خصصت كافة الإمكانيات اللازمة للتصدي لفيروس كورونا وهو ما نتج عن الاستعدادات المبكرة والوصول إلى الجاهزية القصوى المطلوبة في مثل هذه الظروف وفي وقت قصير وبكفاءة عالية أثنت عليها منظمة الصحة العالمية وشاد السيد بحرص مؤسساتي وشركات القطاع الخاص والأفراد على الإسهام في دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتي هي مقدرة وتؤكد على ما يحملونه من حرص على مصلحة الوطن وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين كونها نابعة من حسهم الوطني بأهمية رفض هذه الجهود وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية المشتركة مقدما شكره لكافة الجهات في القطاع الخاص وكذلك الأفراد الذين يحرصون على دعم الجهود الوطنية التي تقوم بها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر